الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائلة من سكيكدا الحاجة علوش عائشة علوش عائشة الساكنة باثنين نهج يوسف بحجة سكيكدا المولودة بتاريخ 27 مايو 1946 بنت عاللوش علي وعاللوش مسعودة راوصني الميلف لي بعثته لي وراني فهمته ونحاول نطرح السؤال وإن شاء الله هنكون ما نسيت حتى مسألة من الميلف تاك تقول الحاجة علوش عائشة باللي عندها أخوها واخوها هذا كان عاقيم ما يولدش وكان عايش في فرنسا ولما جاء للجزائر جاء طفلة وتبناها تبناها يعني ألحقها بنسا به ومبعدها راح زور ورقة دارها شهادة ميلاد والله تتبان بلي بنته وهذا الطفلة هذه اسمها الحقيقي حمروش صاليحة حمروش صاليحة تبناها علوش محمد سنة سبع ماي الف وتسعمية وربعة وسبعين في سبع ماي الف وتسعمية وربعة وسبعين وسماها علوش فاطمة الزهراء من لي كانت حمروش صاليحة ولت علوش فاطمة الزهراء ولقبها ليندا يعيطولها ليندا صحة بعد ذلك السيد علوش محمد مات رحمه الله سنة في ربعة أكتوبر الفين وخمسة فربعة أكتوبر الفين وخمسة حاولوا فهموا معي المسألة باشقانة توصلوا إن شاء الله إلى نتيجة ونصيحة لهذه العائلة لأنا رأي مشكلة كبيرة صحة لما مات سيد علوش محمد في ربعة أكتوبر الفين وخمسة قبل ما يموت بأقل من سنة واش دار راح اكتب المنزل العائلي لماشين تاعوا المنزل اللي خله باباه خله له له ولخته واش دار هذا كلمنزل العائلي زوروا الوتائق وكتبوا على اسمه وقبل ما يموت بسنة راح اكتب المنزل العائلي الذي يقع به حداش شارع علي عبد النور الطابق الثاني على اسم هذا الطفلة لتبناها اكتب لها المنزل العائلي على اسمها وهو ماشين تعه هو تعالوارثة صحة لما اكتب لها المنزل العائلي كان يعاني من مارض الزهايمر يعني كان مريد ومارض الزهايمر هذا عنده تأثير على العقل هذا الطفلة حمروش صالحة لي جابها علوش محمد وانحقها وانحقها باللي بنته وهي ماشي بنته اما لها الحقيقيين شكون هما ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا ولا الناس اللي تعرفهم ان شاء الله هراهي تسمع فينا شكونوا هما ماليها الحقيقيين حمروش صالحة باباها هو حمروش عمر وامها الحقيقية هي الشايب الخامسة وين يستكنوا زرقة بني والبان دائرة الحروش ولاية سكيكدا زرقة يعني انقرأ زرقة وقالها هي كتبة زنقة المهم مكتوب زرقة بني والبان دائرة الحروش ولاية سكيكدا هذا المرأة علوش عائشة الآن رأي كفيفة رأي هاملة في البيوت مرة عند بناتها ومرة عند الناس ودارها العائلية خوها اكتبها على هذا الطفلة اللي تبناها حمروش صالحة واش دارت هذا الطفلة راحت باعت الدار العائلي ودات دارها ورأي عيشة في مكان آخر احنا في هذا المسألة اولا واش نديرو اولا الاثم الاول هو دارو خوك يا الحاج جعلوش عايشة اذا كتسمعي الاثم الاول هو دارو خوك لان تبني في الشريعة حرام لا يجوز لا يجوز الحق النسب ثانيا راح زور ورقة ودار لها شهادة ميلاد هاهي شهادة الميلاد المزورة وهاهي شهادة الميلاد الحقيقية هاي بعتته من افيزوج شهادة الميلاد الحقيقية واسمها حمروش صالحة في شهادة الميلاد المزورة واسمها علوش فاطمة الزهراء إذن هذه مزورة وهذه حقيقية هنا يا بابها حمروش عمر وأمها شايب الخامسة بنت علوش تركية وهنا يا بابها علوش محمد إذن هذه شهادة ميلاد مزورة وشهادة ميلاد حقيقية أولا خوك حرام عليه الله يرحمه ويتوب عليه ويغفر له وإن شاء الله ربي يسمحه ولكنه أخطأ لما ما قسمش الميرات راح كتب بالدار على أسمه ومن بعدها قبل ما يموت كتبها على أسم هذا الطفلة لك هذا الطفلة جابوها صغيرة بالك هي في ظنها بلي هذا بابها وكبرت وهي تعتقد بلي بابها ومين يجيها فيها وصاب لي ماشي بابها ولكن الحاجة هذه علوش عائشة راه متأكدة باللي مرتخوها عمرها ما حملت ولا ولدت والعائلة كلها متأكدين بدليل هاه الدليل بعثت لي محظر تلقي تصريحات العائلة واش يصرحوا هاه تقول يقولوا في تصريح انتهم عند الموثقة هذا تصريح عند الموثقة واش يقولوا نصرح ونحن في كامل قوان العقلية والبدنية ومن دون أي ضغط أو إكراه بأن السيدة علوش فاطمة الزهراء تبناها السيد علوش محمد واسمها الحقيقي حمروش صاليحة بنت عمر وأمها الشايب الخامسة المولودة بالزرقة ابن والبان ومسجلة لدى مصالح الحالة المدنية هناك وقد أكد لنا السيد علوش حمدان بأنه متأكد من لقبها حمروش فقط دون اسمها التوقيع علوش حمدان علوش علجية جيل بالقاسم وهكذا يعني العائلة داروا توثيق ما هو الحل هذا المشكلة لراهي شائكة الحل بسيط حاولوا تفهموني الوالد الحقيقي الأب الحقيقي لمازال حي والأم الحقيقية لمازال حية تحمروش صاليحة ماذا بيهم يتقدموا لدى المصالح الأمنية أو مصالح وزارة الداخلية أو لدى القضاء باش يعودوا يسترجعوا الناس بتاع بنتهم أنا ندير ندائي للوالد الحقيقي حمروش عمر يا حمروش عمر اندكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الله من انتسب إلى غير أبيه أي واحد ينتسب لغير أبيه ملعون يدير الناس بتاعه وينحيه منا ويديره منا لأن القضية قضية دار منزل هذا الطفلة هاكي كنتي ما على بالكش وكبرتي ما على بالكش ولكن في النهاية ركي عرفتي بني هذا رجل تبناك والعائلة انتعوا عمرهم ولا شفوا مرتوا حاملة وخواتات ما شفوش مرتخوهم زيدت ولا ولدت وراكي اكتشفتي بني باباك الحقيقي حمروش عمر ويمك الحقيقية شايب الخامسة راه موجودين في الزرقة بني والبان دائرة الحروش ولاية سكيك دام لا يجوز لك الآن السكوت با لك كنتي غافلة با لك كنتي ما على بالكش با لك كنتي في نيتك ولكن لما ظهرت الحقيقة الواجب عليك الواجب عليك تعاودي تردي هذا الدار للوارثة الوارثة لأنك أنت لا تريثين شيئاً أنت يعني الناس بتاعك ملحق ما كيش بنت هذا الرجل هذه الدار العائلية لابد أن تقسم على الوارثة لا يجوز لأي أحد أن يأخذها أو أن يستولي عليها وهذا الرجل يكتبها على اسمه حرام عليه ويكتبها على اسم هذا الطفل المتبنات حرام عليه وباباك ويمك إذا لم يعرفوا الحقيقة وراهم ساكتين لأن بنتهم دبرت دار حرام عليهم وإنتي لما عرفت الحقيقة حرام عليك وزيد العائلة تعلوش عائشة حرام عليكم تستكتوا لأن هذا إلحق نسب لا يجوز بارك الله فيك يا علوش عائشة يا بنت سكيك دار بارك الله فيك ما تستكتيش على هذه المسألة لأن الطفلة الآن من لي كانت حمرو الصالحة ولت بنت علوش محمد ومن بعد ولادها يقولوا جدنا هو علوش محمد بينما جدهم هو حمروش عمر ويروح نسب واحدة آخر ما عندوش علاقة قابل نسب الأول ولذلك ندائي ندائي على المسؤول يعني تعالقضاء للنائب العام تعسكيك دار الله يرضى عليك ويمنأ بيتك خير وبركة عيط لهذا العائلة واسمع من علوش عائشة واسمع منهم وعيط للوالد الحقيقي وللأم الحقيقية وعاود رد هذا النسب للأصل انتعوا ونحيها من النسب ليري منسوبة إليه وادها البابا هو إماها الحقيقية وابا